عاد شباب الأهلي بفوز عريض من ملعب خرفكان بثلاثية نظيفة ضمن منافسات جولة ذاتها وبعد شوط أول سلبي افتتح يوري سيزار التسجيل لشباب الأهلي في الضغيق الرابعة والسبعين قبل أن يعود اللعب نفسه لهذا الشباك مرة أخرى موقعا على الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق فقط واختتم مؤنس دابور ثلاثية شباب الأهلي الذي رفع رصيده إلى ثلاثين نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد خرفكان عند النقطة السابعة عشرة اشتركوا في القناة